احجتوني جزيل اليوم الكيك بتاعنا حكاية لانه سهل وبسيط واقتصادي وغير مكلف هنعمله بطريقة سهلة اوي اوي هاتي المقادير وتعالي معايا شوفي هتعملي كيك ازاي هشي وخفيف وكأنه كريم تشيز اجمل كمان وخفيف جدا سريع اوي وهعمله في الخلط بنفس الطريقة لها تشوفيها معايا بصو عاملي ازاي كيك كيك يعني هو يسمى كيك تعالوا بقى هنعمل احلى كيك في عشر دقايق حقيقي تبارك الله نستخدم مع بعض الزبدة هنحط الزبدة في الخلط ميسيحها عشان يسهل علي الموضوع كله وعليه الزيت وبعدين هكسر عليه بطين وبعدين هبتدي انزل بالسكر والفانيليا بصو قد ايه سهلة هسيب مقادير كوي سندو الوصف الحليب القرفة كله على بعضه ما ضربتش حاجة وتحنت حاجة زرب من الملح الباكينج باودر بحب النوع ده من الباكينج باودر عشان اللي موجود هنا ويحب يستخدمه قهوة قهوة اي قهوة عندك زي كده ليكويد او اللي هي سريعة تزوابان والقهوة ما بتظهرش في الطعم في الكيك ومالهاش اي قصر عشان لو اطفالها هيكلها بس بتزر طعم الكيك بتعزز طعمه لاني مش حط فيه شوكولاتة حط فيه كاكاو كاكاو غير لما حط شوكولاتة هنا هنزل بالحليب ومعاهد دقيق تتساد هوادي على الخلاط تاني باكد ان القهوة اللي احنا حطيناها بس عشان تزر طعم الكيكاو تحزز طعمه الخليج كاينه شوكولاتة بس كده مالهاش يعني اي حاجة تاني ويه هتسيب الخلاط شغال عليها او دي او نص الحاجة ما تأكد ان الخليط كله عمل مع بعضه تمام هنا هجيب اي ورقة زبدة وهكرمشها بشكل ده يعني هقفلها كأني هرميها وراح احطها في الصينية بتاحت وحطها ايه وفرشها في القع من تحت ورش عليها سبريق او زيت او زبدة او سمن اللي متواجد عندي وهنزل بالخليط ده القوام بتاعه استخدمنا كوب بيتين من عملوا كيكاية اللي هتشوفوها معايا دي عاملة كده زي هاي بشعار بقولكو غير تبارك الله هنا هتأكد اني مفيش فيها اي فككيع وهستخدم العيدان بأو اي حاجة عادي اني اتأكد بس لو فيها اي حاجة فرقاحة وبعدين انا مسخنا الفرن خلي بالكوناس اللي الكيكا بتاعيتها بتطلعها بطاند او مش مرتفع ده الفرن لازم يكون صخن قابليه على قلي بنص الساعة بصوا الارتفاع بتاعها عامل ازاي والكمية عندنا عبارة عن اتنين كوباية من الدقيق او الطحين ايه دخلت فيها عود او ممكن سكينة عشان تختبر اذا كانت تستهوت ولا لأ دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 قعدت نص ساعة على حسب درجة الفرن بتاحتك على فكرة عشان ما اقدر شحكم ما بين الافرن وبعد هنا جبت حليب دافي نزلت عليه بالسكر ونزلت عليه بصيرة بالشوكولاتة مش متواجد الشوكولاتة استخدم الكاكاو انا عشان متواجد استخدمته غير كده كنت هستخدم من الكاكاو والبديل الكمية معلقتين بس من الكاكاو تتسد كأنك هتشرب الكاكاو وهبتدي بس اعمل جوستين كيس كده يعني اعمل اخرام اخرامة هنعفون للمعنى بس عشان يعني اتأكد ان اسمها ايه الحليب نزل جوه ساقها كلها عشان انا مش هكذب عليكم بقى مش هخب عليكم الكيك ده عملتها وسبتها في التلاجة ثلاث يام عشان انا انشغلت فشخص انكيس بقى قلت احسن تكون جمدت بالها ثلاث يام في التلاجة واحنا اساسا يعني انتوا عارفيني جاو عامل ازاي فقلت بقى ان اعطيها كامعوت كده في النص حشان اقدر رزيها لكن هي يا تبارك الله ما شاء الله يعني كانت حلوة قوي قوي فحاجات دي رزق هنا استخدمنا الهافي كريمة زلنا عليها برضو بشوية من السيرب على السكر العادي وشغلنا عليها كده الهند بلندر الحد ما عملت قوامك كريمة واروح نزلها منع الوش هنستبدل برضو السيرب بالكاكاو او ممكن لو مش حابة تعمل كاكاو او الشوكولاتة فيها ممكن تعملي ابيض ممكن تستبدل الكريمة بالكريم شانتي المتواجد عندك اعملي واروح موزعة كده انا شلت على فكرة الوش من فوق عشان يبقى كله معاس واحد وهنزل بشوكولاتة مبشورة من فوق او اي حاجة بحبها للتزيين بس هي الكيكا اساسا انكت عايزة تتبلع كده ما تتندغش تتبلع انا ملا كل شو هيقول يا ربي انا عايزة خوش شاشرة بقهوة وقل منها حاجة كل شو لقيلك وقت ليه اليوم بيخلص زي الجوست والله هنا هقطحها بالشكل اللي هتشوفوه وهنضف السكينة جوستين كيس بس عشان التصوير غير كده يعني يعني انا جعانة ما بعربش عامل كنترولها نفسي بقطع وايكل على التون بصوا شكلها خطير كيكا كده يعني ايه بيقول عندنا ايه ماشية في البطيخ صح والله بعد دلوقتي مع اصدقاء كتير جايين من مصر فتبارك الله عليهم لساني فك كتير عايز اقول لكم انشوي طريقتنا حلوة اوي اوي حاولت يا اصبط الاضاءة على قدي مادر عشان اقول لكم هي قدي ايه جميلة لان التصوير الظالمها هي فعلا جميلة جدا 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 هاشا خفيفة رتفاحة حلوة اوي كوبايتين من دي اعملوا كمية حلوة يعني كفة البيت كله غير حفوان غير مكلفة عايز اقول لك اعملي لايك لو عجبك الوصفة او الكيكا بتاعتنا وطبعوني على قناتي وصبحتي لو على الفيس طبعوني على الفيس ولو لسه ما اشتركتوش معي اعملوا اشتركها على القناة عشان تتأكدوا ان كل وصفة جديدة اعملها انزلها لكم حبيت اعمل الكريمة اللوني اللايت في الطعام بتاو ويبن مع الكيك عشان الكيك اللي كاكو اللي فيه مغمقوا من تحت عايزة حاجة ينتهسني فيه روح